فيلمنا بيبدأ بمجموعة مستكشفين بيلقوا منجم دهب في القطب الشمالي ولما بينتشر الخبر بيروح كل الناس عشان ينقبوا عن الدهب اللي هناك ولكن بيكونوا محتاجين كلاب قوية جدا عشان تسحب العربيات بتاعتهم من عجليد بنروح بعدها الكلب لطيف اسمه باك وبيلعب مع الناس اللي في القرية وبيكونوا كلهم عارفينه وبيحبوه لانه الكلب بتاع القاضي ميلر ووقتها بيشوفه واحد غريب في القرية وبيكون ماسك اعلان لناس عاوزين كلاب في القطب الشمالي مقابل فلوس كتير قوي وبيبان كده انه ناوي على شر وفي الوقت ده بيكون طبخين القاضي ميلر بيجهزوا الاكل عشان يحتفلوا بعد بيلاده فبيدخل باك للبيت وبيفضل يتنطط على كل السرير عشان يصاح الموجودين فبيصحى القاضي بيخرجوا من البيت عشان الطبخين يعرفوا يشتغلوا وساعتها بيشوف الكلب باك ارنب بيجري في الجنينة وبيجري وراه لحد ما بيلاقيه دخل الجحر بتاعه وفجأة بيشوف قدامه صفرة الاكل اللي جاهزها الطبخين عشان يحتفلوا بعيد ميلاد القاضي وبيبان النجعان ونفسه ياكل ولما بتبدأ الحفلة بيتصور القاضي ميلر مع عيلته والمعزيم فبيروح باك يتصور معهم وبيكون في بقه وورك فرخة فبيكتشف القاضي ان باك بوز كل الاكل اللي كان موجود على الصفرة وبالليل بيقرر يعقبه وبيخليه بات برا البيت واول ما بيقفل الباب بيظهر الشخص اللي كان ماسك الاعلان فبيستدرك باك وبيرمله اكل جمع صندوق خشب فبيدخل باك الصندوق عشان ياكل وبيتفاجئ ان راجل قفل عليه وبيكون مش عارف يفتح الصندوق وبعدها بيبيع الراجل دوت لتاجر وبيشحنوا الصندوق على قطر بيتحرك ناحية القطب الشمالي وفي اللحظة ديت بيحس باك بالجوع وبيفضل ينبح بالصوت عالي فبيسمعوا واحد من العمال وبيفتح له الصندوق وساعتها بيخاف باك وبيعجم عليه ولكن العامل بيدربه بخشبة وبيخليه يقع على الارض فبيستجمع باك قوته وبيطلع يجري وبيلاقي نفسه على سفينة في وسط البحر وبيفهم للأسف ان ما فيش اي سبيل للهروب ولما بتوصل السفينة للمينة بيربطه التاجر بحبل وبيتحرك به ناحية السوق عشان يبيعه فبيلمس باك التلجل اول مرة وبيكون مبسوط وعاوز يلعب وساعتها بيفك نفسه وبيطلع يجري في السوق وبيخبط بالغلط في الراجل عجوز اسمه جون فبتوع منه القلن الموسيقية بتاعته وبياخدها باك وبيروح يدهاله قبل ما يمشي فبيشكره جون وبيبدأ يحس باك انه راجل طيب وبيحب الكلاب وفاجأة بيجي التاجر وبيربطه بالحبل مرة تانية وبيحطه في قفص مع مجموعة الكلاب عشان يبيعه وبعد شوية بيجي ساعي بريد اسمه بيرو وبيقرروا ان يشتري الكلب باك لانه حجمه كبير وهينفعه فبياخده عشان يعرفه على مراته فرانس والكلاب بتوعه اللي بيسحبه العربية وبيكون قائد الكلاب دولة اسمه سبيد فبيبدأ بيرو يتكلم مع الكلاب وبيعرفهم الطريق اللي هيمشوا عليه عشان يوصلوا للبريد وبينبع عليهم انهم يمشوا راسبيد القائد بتاعهم وما يغيروش مصارهم وبعدها بيتحرك الكلاب بالعربية وبيكون باك مش عارف يجري معاهم لانه مش متعود يسحب عربية وفي الطريق بيشوف ارنب فبيجري ناحيته عشان يطرده زي مكان متعود ولكن العربية بتتقرب بسبب انه غير مصاره عكس الكلاب فبيتكلم معاه بيرو بهدوء وبيشرح له انه ماينفعش يغير مصاره عن باقي الكلاب ولما بيجي الليل بيخيم في نفس المكان اللي هم فيه وبيدخل باك عشان ينم معاه في الخيمة لانه ساعان فبيتشوفه مراته فرانس وبتدرده برا الخيمة وفجأة بيشوف باك قدامه زقب اسود فبيخاف منه وبيخبط في كلب نايم جنبه وبيلاقي ان الزقب اختفى وتاني يوم بيكملوا طريقهم عشان يوصلوا للبريد وبيكون باك لسه متعودش على السحب العربية فبيتزحرع الجليد لحد ما بيخبط في جزع شجرة ولما بيوصلوا للبريد بيخيم بيره مرة تانية وبيدي للكلاب سمك عشان ياكله فبياخد القائد سبيد اكل بتاع كلب تاني بالعافية لانه القائد بتاعهم وبيبان كده انه كلب اناني فبيروح باك عشان يدي الاكل بتاعه للكلب دوت عشان ما يتضيقش وفي النهار بيفضل سبيد يشرب لوحده وبيكون رافض انه يخلي الكلاب يشربه معاه فبتيجي فكرة الباك انه يكسر الجليد ويخلي الكلاب يشربه ولما بيكملوا طريقهم بيبدأ باك يتعود عالجري في الجليد وبيكون ذاكي وسريع جدا وفي طريقهم بيوصلوا لبحيرة متجمدة وبتروح فرانسي تشوف الجليد اذا كان يستحملهم لو مش يعليه فبينهار الجليد من تحتها وبتقع في البحيرة فبينوت باك في المياه بسرعة وبينقذها قبل ما تغرق ولكن بيتسحب تحت المياه ومش بيقدر يخرج فبيحاول بيرو انه يكسر التلج بكل قوته عشان ينقذه وساعتها بيديله حد خشبة عشان ينزلها تحت المياه وبيتفاجئ ان باك هو اللي اداله الخشبة وبيطلع انه خرج من مكان تاني فبيحضنه بيرو وفرحان وبيشكر عشان انقذ مراته ووقتها بيكون الكلب زبيت شايف كل اللي بيحصل من بعيد وبيحاس بالغيرة من باك عشان كلهم بقوا بيحبوه وبالليل بيشوف باك ارنب موجود فبيروح يجري وراه عشان يلعب معاه فبيجري الكلاب وبيقرروا يلعبوا معاهم ما كمان لحد ما بيمسك باك الارنب وبيكون فاس في اللعبة وبيسيبوا وبيمشي وفجأة بيظهر زبيت وبيخاف منه كل الكلاب وبيرجعوا الوراء فبيجم على باك وبيضربوا لدرجة انه بيخليه يفقد الوعي فبيدهي الكلاب جدا لانهم بيحبوا باك وبيفضلوا ينباحوا بالصوت عالي عشان يشجعوا انه يقوم فبيفوق باك وبيشوفوا قدامه الزقب الاسود اللي شافوا قبل كده وبيطلع ان الزقب ده بيظهر له في خياله مش اكتر والزقب دوت بيظهر له وقت ما يكون خايف عشان يخليه شجاع واول ما بياجي معاليه سبيد مرة تانية بيمسكوا باك وبيوقعوا بقوة على الارض وبيحط رجليه على رقابته عشان ما يتحركش فبيستسلم سبيد وبيمشي الوحده ومدهي وفي الصبح بيجي معاه التوصيل البريد وبيكتشف بيرو ان سبيد اختفى ومش موجود وسط الكلاب فبيضطر يمشي من غيره عشان ما يتأخرش على توصيل البريد وبيلاقي ان باك واقف قدامه عشان يكون هو قائد الكلاب فبيرفوق بيرو وبيقوله ان ما عندوش خبرة زي باقي الكلاب وبيقرر يخلي الكلب تاني يبقى هو القائد بتاع الكلاب بس الكلب بيرفض يلبس طوق القيادة وبيرجع مكانه فبيفهم بيرو ان الكلاب بيحبوا باك جدا وعاوزينه يكون هو القائد بتاعهم فبيضطر بالفعل ان يخليه القائد وبيبدأ باك يتحرك بيهم بسرعة كبيرة في وسط الجليد بس فجأة بيحصل انهيار جليدي وبيطلب بيرو من باك انه يدخل شمال عشان يبعدوا عن الانهيار ولكن بيرفوق باك لان الكتل الجليدية بتنزل بسرعة كبيرة وبالتالي مش هيقدروا يهربوا وفجأة بيتخيل قدامه الزق بالاسود ووواقف فوق نفق صغير فبيدخل باك في النفق وبيجري بسرعة كبيرة لحد ما بيهربوا من الانهيار والاول مرة بيوصل بيرو البريد في معاده بفضل الكلب الشجاع باك وفي الوقت ده بيكون الراجل العجوز اللي اسمه جون قاعد بيكتب جواب لمراته وبيكون ده نفس الراجل اللي خبط باك في السوق وتاني يوم بيصحى جمت اخر وبيجري بسرعة عشان يلحق يدي الجواب لبيرو قبل ما يمشي فبيشوفوا باك وبيقف بالعربية وبيرفوق بيرو ياخد منه الجواب لان معاد استلام الجوابات عدى بقاله ساعة ولكن باك بياخد الجواب وبيديه لفرنس وبيقرروا انهم يوصلوا الجواب عشان ما يزعلوش باك ولما بيسلم بيرو كل الجوابات بيروح عشان يستلم ورتبه وبيلاي جواب جايله من الحكومة ومكتوب فيه انه تفصل من الشغل لانه مكتب البريد هيقفل وساعتها بيضطر بيرو انه يبيع الكلاب اللي التاجر في السوق عشان يرجع لبلده وساعتها بيجي واحد اسمه هيل عشان يشتري الكلاب كلها وبيربطهم في العربية بتاعته عشان يسحبوها وبتكون العربية مليانة حاجات تقيلة والعجل بتاعها اللازق في الارد وبسبب كده مش بيقدر باك وباقي الكلاب انهم يحركوا العربية فبيؤمر هيل المساعد بتاعه انه يضرب باك عشان يتحرك لانه عاوز يطلع الجبل ويدور عالدهب فبييجي جون في الوقت المناسب وبيمنعه وبيحرك عجلة العربية وبينصحوا مايروحش يدور عالدهب دلوقتي وده لان التلج بيدوب وممكن يحصل انهيار جليدي فبيتجعل هيل كلامه وبيخلي الكلاب يحركوا العربية وفي الطريق بيتعب الكلاب جدا من الجاري وبتوع بيهم العربية بسبب انه وزنها تقيل ووقتها بيكون جون خارج من البيت وبيقرروا ان يروح لهيل عشان يشتروا منه باك لانه حاسس انه مش هيهتم بيه ولما بيروح له بيلاقيه ماسك المسدس وحاوز يخلص على باك وده لانه فقد الوعي ومش قادر يتحرك فبيزوقوا جون على الارض وبيفوق باك وبياخدوا معاه للبيت ولما بيفوق باك بيكون مش قادر يتحرك من شدة التعب وبعد يومين بتبدأ تتحسن حالته وبيخرج يقعب مع جون فبيشوف التلج وبيسيح وبيكون مفتقد الكلاب صحابه فبيحاول جون يهون عليه وبيروح البر لوحده عشان يشرب خمرة فبيروح باك وراه وبيلاقي ان هيل بيهجم عليه وبيضربه بالنار وبيقوله ان الكلاب هربت بسبب انه اخب باك القائب بتاعهم وندلوقتي خسر صروته كلها قبل ما يلاقي الدهب وفجأة بيهجم عليه باك عشان يدافع عن صاحبه جون فبيمسكوا الناس اللي في البر وبيلاقوا مسدس مع هيل فبيرموا بر البر عشان ما يعملش مشكلة ووقتها بيرجع جون للبيت وبيفضل يشرب خمرة طول الليل لحد ما بياخد باك الازازة وبيتفنها في التلج وبيقعد فوقيها عشان ما يخليش جون يشرب خمرة تاني ويخسر صحته فبيحاول جون يحركوا من مكانه عشان ياخد الازازة لكنه بيفشل وبيقعد يتكلم مع باك وبيعرفوا انه بيشرب خمرة عشان ينسى ابنه اللي مات وفي الصبح بيوري له جون خريطة ابنه كان مدهاله وده عشان يروحوا رحلة مع بعض لما كان قريب من الغابة فبيقرر ياخد باك وبيروحوا للرحلة دي وبيركبوا مركب صغير وبيمشوا في البحر لحد ما بيقعوا من على الشلال وبيتخرم المركب وبيضطروا انهم يكملوا طريقهم ماشي وفي نفس الوقت بيوصل هيل لبيت جون عشان يخلص عليه وينطاقم منه لكنه بيلاقيه مش موجود وبيشوف الخريطة بتاعته على الأرض والسوق الحظ بيكون بتحدد فيها المكان اللي جون رايحه هوا وباك فبيفتكر ان جون رايح يدور على الذهب وبيقرر ان يطرده عشان يسرقه منه ووقتها بيوصل جون للمكان وبيلاقي بيت مهجور فبيدخله هوا وباك عشان يستريحه فيه فبينضف جون البيت لحد بالليل وبيقرر ينام لكنه فجأة بيسمع صوت الزئاب وبيلاقي ان باك خايف فبيعديه وبيقوله ان مفروب ما يخافش من الزئاب لقى انهم اصلا من نفس فصيلة الكلاب وتاني يوم بينزل جون البحيرة عشان يستحمى فبيلاقي قطعة دهب في المية وبيتفاجئ ان البحيرة فيها الدهب كتير فبينزل باك المية عشان يدور معاه وبيلاقي قطعة دهب كبيرة ولكن بيشوف جون معاه قطعة صغيرة فبيرمل معاه وبيدل جون قطعة دهب صغيرة وفجأة بيشوف زئبة بيضة وبيطلع يجري وراها لحد ما بيدخل الغابة فبيعجب جدا بيها وبيمدلها ايده كأنه بيعرض عليها انهم يكونوا صحاب لكنها بتخاف منه وبتسيبه وبتمشي ولما بيرجع للبيت بيشوف الزئابهم عند البحيرة عشان يصطادوا وفجأة بيقع منهم واحد في البحيرة وبيتسحب ناحية الشلال فبيمسك في جزع شجرة وبيكون كل الزئاب مش عارفين ينقذوه ولكن باك بيجي في الوقت المناسب وبيسحب جزع الشجرة بكل شجاعة لحد ما بيخرجها من البحيرة وبينقذ الزئب فبيقرب منه الزئاب كأنهم بيشكروه وبيبدأوا يلعبوا معاه وبيعتبروه واحد من القطيع بتاعهم ومع الوقت بيتعلم باك منهم صد الطيور والأسماك وبيستضل صاحبه جون وبيقعد ياكل معاه ولما بيلعب مع جون بتيجي الزئب البيض عشان تاخدوا معاها للقطيع بتاعهم فبيخليه جون يروح معاها وبيلاحظ كده انهم بيحبوا بعض وبعدها بيمشوا وراهم لحد ما بيلاقي باكوس القطيع وبيتفاجئ انه هو قائد الزئاب هو بالليل بيكون جون قاعد لوحده في البيت وبيسمع صوت برا واول ما بيخرج بيلاقي ان في حد بيدرب عليه نار وبيقع من ايده المصباح وبيبدأ البيت يولع فبياجي مع الشخص اللي ضرب النار وبيتفاجئ انه هل فبيحاول ياخب منه البندقية عشان ما يتصابش ولكن للأسف بتيجي طلقه في بطنه وبيتصاب فبيرمي الدهب لهل على الارض عشان يمشي بس هل بيطلع خنزير وبيقرر يخلص عليه قبل ما ياخد الدهب وفجأة بيهجم عليه باك وبيزوقه في النار وبيموته ولما بيرجي على الجون بيلاقيه تعبانه وبيموت فبيحضنه باك لاخر مرة في حياته وبيكون زعلان عليه وبيكون هو قائد الزئاب وكل يوم بيبص على بيت صاحبه جون عشان يفتكره وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم في بيت صياد عنده مجموعة كلاب حبسهم في قفص وبتقدر كلبة منهم تهرب وبتطلع تجري لحد ما بتوصل لمنطقة فقيرة عشان تدور على حد يتبنها وتعيش معاها وبيكون عيش في المنطقة ديت وحد اسمه دارمع وبيبانوا انه شخص وحيد ومنعزل تماما عن الناس فبيركم الموتسيكل بتاعه وبيمشي عشان يروح للمصنع اللي هو بيشتغل فيه وفي طريقه بيكون فيه واحد اسمه يوتم عجل طبيزة وبيحاول يوقف دارمع عشان يركب معاه بس دارمع بيتجاهله وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل للشغل وهناك بيلبس الخزة بتاعته وبيبدأ يشتغل فبييجي المدير بتاعه وبيعرفه على العامل الجديد اللي هيدربه على الشغل وبيكون العامل دوت يوتم صاحب العجلة فبيعتذره يوتم عالتأخير وبيقوله ان عجل طبازت هو جاي في الطريق وفيه واحد غابي جدا رفض يساعده فبيشيل دارمع الخوزة وبيتفاجئ يوتم ان دارمع يبقى هو الشخص اللي رفض يساعده وفي وقت استراحة الشغل بيعد كل العمال عشان ياكله وبيلاحظ يوتم ان دارمع قاعد لوحده وباين عليه انه كئيب فبيقوله زميله ان دارمع شخص منعزل تماما وملوش صحاب نهائي وكمان ما بيحبش يتكلم مع اي حتى واول ما بيرجع دارمع للبيت بيحاول ينام لكنه مش بيعرف بسبب ان جرانه عاملين حفلة والصوت الاغاني عالية جدا فبيروح يضرب المغنيين وبيبوز الحفلة وفي طريقه للبيت بتشوفه الكلبة اللي هربت في اول الفيلم وبيتلاقيه بيرمع عظمى قدام بيته فبتروح تاكلها وبيدخل دارمع للبيت عشان ينام وساعتها بيحلم بجزء من ماضيه لما كان صغير وساعتها جاء تخطط صحية عشان يخرج يتفسح مع عيلته لكنه رفض وقعد يتفرج على التلفزيون وهم سابوا مشيو بالعربية وساعتها بيسحى دارمع من نمو ومفزوح وبيركب الموتسيكل بتاعه عشان يروح للشغل ويعيد روتينه المعتاد ولما بيرجع للبيت بيقعد يتفرج على التلفزيون وبيفتجل لما كان صغير وقاله خرجوا لوحدهم بالعربية وعملوا حدثة وماتوا وبسبب اللي حصل ده دارما جات له حالة نفسية وفضل حزين ومنعزل عن الناس كلها واسناء ما كان في البيت بيلاقي الدنيا بتمطر وبيشوف الكلبة ويدخلة تتحمى عنده من المطر لكنه بيتردها وبيقفل الباب بسرعة واول ما بيخرج من البيت بيلاقيها بتمشو غراها في كل مكان بيروحوا وبيبين كده انها تعلق بيه من ساعة مرمالها لعظمة وأكلتها وفجأة بيشوف متسك لخبطها وبياخذها للدكتور عشان يعالجها وهناك بيتعصب عليه الدكتور وبيقوله اهتم بالكلبة بتاعتك شوية فبيقطع دارما بيقوله انها مش بتاعته أصلا وانه لقاها في الشارع مش أكتر ولما بيحاول الدكتور يدي حقنة للكلبة بيلاقيها خايفة جدا فبيستورى بالدكتور لان الكلام ما بيخافوش من الحقن وبعد ما بيعالجها بيقعد يتكلم مع دارما وبيديله علاج عشان يهتم بالكلبة كنوع من أنواع الإنسانية ولكن دارما بيرفض بحجة ان سكان المنطقة اللي هو عايش فيها بيمنعه دخول الكلاد نهائيا فبيطلب منه الدكتور ان يهتم بالكلبة بتاعته لمدة أربعة أيام بس وهو يحاول يشوف حد يتبنها ويهتم بيها فبيضطر دارما ان يوافق وبياخد الكلبة وبيخبيها وهو راجع البيت عشان محدش من الجنان يشوفها بس بتشوفها بنت صغيرة اسمها أتريكا وبتكرر ما تقولش لحد لأنها بتحب الكلاب وأول ما بيدخل للبيت بيحط أكل للكلبة وبيكرر ينام لكنه مش بيعرف ينام لأن الكلبة بتفضل تنبح طول اليوم وده بسبب أنها زي أنا وعاوزا يلعب معاها فبيحاول يسكتها عشان الجرام ما يصحوش على صوتها وفي الصبح بياخدها للجنينة وبيسيبها هناك وبيمشي ولما بيرجع للبيت بيلاقي أتريكا جابت له الكلبة تاني فبيتصل على الدكتور وبيقوله عملت ايه في موضوع الحد اللي هيجي يتبنى الكلبة فبيقوله الدكتور انت لازم تأكل الكلبة كويس لأن جسمها ضعيف وبالتأكيد محدش هيوافق انه يتبنى كلبة بالشكل دوت فبيوافق درما وبيأكلها أكل كتير جدا وبعد فترة بيجي الدكتور يصورها عشان يشوف حد يتبنىها وفي الصبح بيتصل على درما وبيقوله نلقى واحدة هتتبنى الكلبة وانها هتيجي تاخدها منه عالساعة 4 ولما بيقفل المكالمة بيلاحظ درما ان الكلبة بيبصله كأنها فهمت انها هيتخلى عنها فبيروح درما للشغل وبيمشي بدري عشان يقابل الست اللي هتتبنى الكلبة واول ما بيدخل البيت بيلاقي الكلبة بهدلت البيت كله عشان مش عاوزة تسيبه فبيتعصب عليها وبيطلع يجري وراها وساعتها بتيجي الست وبتشوف اللي الكلبة عملته في البيت فبتكرر وقتها انها مش هتتبنىها فبيجي سكان المنطقة يتكلموا مع درما وبيطلبوا منه ان يطرد الكلبة دي لبعيد لان ممنوع ان اي حد يربي كلاب في المنطقة ولكن درما بيتعصب عليهم وبيقول لهم انه حر ويعمل اللي هو عاوزه وبتكون الكلبة فرحانة جدا عشان دافع عنها واول ما بيدخل البيت بيتصل على الدكتور وبيحكي له اللي حصل وبيطلب منه ان يشوف حد تاني يتبنى الكلبة فبيوافق الدكتور وبيطلب منه ان يروح يعمل لها رخصة في اسرع وقت وفعلا بيروح درما لمركز رعاية الكلاب عشان يعمل الرخصة وينك بيعب مع ديفيكا مديرة المركز وبتبدأ تسأله عن اسم الكلبة عشان تكتبه في الرخصة فبيقول لها انه لقاها في الشارع ولسه ما سمهاش وبتضطر ديفيكا ان هتسميها التلت سبعات وبعدها بتديله الرخصة وكتاب عن الاهتمام بالكلاب فبياخد الكتاب وبيرميه في الزبالة وبيمشي وساعتها بتشك ديفيكا انه بيعامل الكلاب بطريقة مش كويسة وبعدها بتروح للبيت هي والمساعدين بتوعها عشان يتطمنوا على الكلبة وهناك بتلعب الكلبة مع واحد من المساعدين وبتكسر صورة الممثلة شارلت شابلين اللي الدرما بيحبه فبيبدأ يتعصب وبيتصل عالدكتور وده عشان يستعجله يشوف حد يتبنى الكلبة لانه زهق منها وبعد ما بيقفل المكالمة بيسمع صوت الكلبة ويبتمبح برا البيت فبيخرج وراها عشان يسكتها وفجأة بيحس بالتعب وبيقع على الارض وبيفقد الوعي فبتيجي عربية الاسعاف عشان تنقله لمستشفى وساعتها بتفضل الكلبة تجري ورا العربية عشان تتطمن على درما واول ما بيوصل درما للمستشفى بينسحه الدكتور ان يبطل تدخين لان ده غلط على صحته واسناء كلامه بيتفاجئ درما ان الكلبة جت المستشفى عشان تتطمن عليه فبيحس بالذنب ناحيتها لانها متعلقة بيه وبتحبه على الرغم انه بيعملها باسلوب وحش جدا وتاني يوم بيجيب لها اكل وبيبدأ يحبها ويتعلق بيها وساعتها بيجي الدكتور ومعاه عيلة عشان يتبنوها فبيتدايق درما جدا وبيلاي ان الكلبة بيبصله وكأنها مش عاوزة تسيبه وقبل ما يتكلم مع العيلة بياخدوها وبيمشوا ولما بيروح الشغل بيتعصب على زميله وبيبان كده انه متدايق عشان يتخلى عن الكلبة اللي فضلت جنبه في محنته فبيقرر يروح لبيت العيلة اللي تبنوها واول ما بيوصل بيلاقي الكلبة ضمرت لهم البيت كله وده لانها عاوزة ترجع تعيش معاها والاول مرة بيضحك درما وبيكون سعيد عشان لقى حد بيحبه فبياخد الكلبة وبيركب للموتسيكل بتاعه وبيرجع للبيت وهناك بيهتم بالكلبة وبيحميها هو وادريكا بنت جارو وبيكرر ان يسمي الكلبة شارلي على اسم ممثلة شارلي تشابلين اللي هو بيحبه ومع الوقت بتبدأ شخصيته تتغير للأحسن وبيبدأ يتكلم مع زميله وبيكون شخص اجتماعي بفضل الكلبة شارلي لحد ما في يوم بيصح عشان يروح الشغل وبيلاقي ان شارلي قعدة قدام الباب وما بتتحركش فبيفتكر انها عاوزة تنام وبيسيبها وبيروح لشغله واول ما بيرجع بيلاقيها قعدة في نفس المكان فبيفهم انها تعبانة فبياخدها للدكتور عشان يتطمن عليها وبيتفين الدكتور بيقوله ان عندها سرطان وللأسف هتموت في خلال فترة سيارة فبيتصدم درما وبياخدت شارلي وبيرجع للبيت وهناك بيكون حزين جدا ومش مستوعب ان خلاص هيخسر تشارلي وساعتها بيشوفها وهي بتتفرج على تلفزيون وبتفضل تتنطط عشان شايفة فيلم الواحب بيلعب مع الكلب بتاعه وبتزحلقه عالجليد فبيفهم درما ان نفسها تلعب عالجليد فبيقرر يحقق لها حلمها قبل ما تموت وبياخدها في رحلة لمدينة فيها جليد ولما بيوصل للشاطئ بيطلع الخريطة عشان يعرف طريق المدينة وساعتها بيتصل به الدكتور وبيفكره بتشارلي لما كانت خايفة من الحقنة وبيقوله هبعت لك فيديو حالة نتفرج عليه وهتفهم هي ليه كانت خايفة فبيشوف درما الفيديو وبيتفاجئ ان فيه صياد كان حابسها وبيعملها وحش وبيحقنها بمخدرات وعشان كده للأسف جالها السرطان فبيعرف عنوان الصياد دوت من الدكتور وبيقرر ينتقم لتشارلي وبيروح يضرابه وبيتفنه في الأرض وبعدها بيتصل بالشرطة عشان يبلغ عنه لانه حابس كلاب كتير قوي وقتها بتتكلم دفيكا مع واحد من جران درما وبتبدأ تسأله اذا كان درما بيعملت شارلي كويس ولا لأ فبيقول لها ان درما دوت شخصيته وحشة وبيكره يتكلم مع الناس وبالتأكيد بيعملت شارلي وحش واسناء كلامهم بيجي لها اتصال من المساعب بتاعها وبيعرفها ان الشرطة قبض على واحد بيحبس الكلاب وبيعملهم وحش وبعدها بيقول لها على مكانه فبتفتح دفيكا جي بي اس وبتعرف من خلال رقم درما انه كان موجود في نفس المكان دوت وبتبدأ تشك انه هو نفس الشخص اللي بيحبس الكلاب ولكن لما بتروح للمكان دوت بتلاقي شخص تاني مقبوض عليه وبتفتكر كده ان درما يبقى شريكو فبتكرر تدور عليه عشان تاخد منه الكلبة شارلي وفي نفس الوقت بيروح درما لفندو عشان يستريح فيه لحد الصبح ولكن معظف الاستقبال بيرفض يدخله عشان ممنوع الدخول الكلاب فبيروح لسوبر ماركت يشتري اكل وبيربطت شارلي برا وفجأة بتشوف تشارلي فار وبتطلع تجري وراها فبيشوفها درما وبيجري وكمان وراها لحد ما بيلاقيها قصرت ازاز عربية الشرطة وساعتها بيحبسهم الزابط وبتيجي ديفيكا تتفعلهم الغرامة وبتخرجهم فبيكرر درما ان يكمل طريقه ناحية المدينة اللي فيها الجليل وقبل ما يمشي بتركب معاها ديفيكا وبتقرر انها تروح معاها عشان تتأكد انه مش هيعمل حاجة في تشارلي وفي طريقهم بتفضل تقوله انت مجرم وانا عرفت انك بتحبس الكلاب لكنه بيفضل ساكت ومش بيرد عليها لحد ما بينزل من الموتسيكل وبعدها بيجي لعم كلمة من المساعب بتاعها وبيعرفها ان درما بريق وهو اللي ضرب الصياد وبلغ عنه وبالليل بيكرروا يستريحوا وبيعمل لها درما خيمة تنام فيها هي واتشارلي وبعدها بينام لوحده قدام النار بس تشارلي بتخرج من الخيمة وبتنام جنبه عشان بتحبه وفي الصبح بيكملوا طريقهم وبتشوف تشارلي الناس بيطيروا بالبراشطات فبتفضل تنبه عليهم بصوت عالي قوي فبيقرر يأجر براشط وبياخدها وبيطيروا سوا وبيكونوا هما الاتنين فرحانين ولما بينزلوا بيكملوا طريقهم وبيلاحظ درما ان تشارلي عمالها بتهرش فبيقلع لها دوم اللي هي لابسها وبيتفاجئ ان شعرها بيقع وده معناه للأسف انها في اخر مرحلة في السرطان وخلاص قرب التموت فبتشوف ديفيكا الشعر وبتزعقله عشان مش مهتمة بتشارلي وبتكون مش عارفة انها مصابة بالسرطان اصلا فبيسيبها درما وبيروح يقعد لوحده وساعتها بتروح ديفيكا عشان تجيب علاج من شمتتها وبتشوف التقرير الطب بتاع تشارلي وبتعرف انها مصابة بالسرطان وبتشوف الكلبة تشارلي ويا رايحة تحضن درما فبتكرر انها تتصل بصحابها الصحفيين عشان ينشروا قصة درما مع تشارلي والناس كلها تقرأها وفعلا بيجي الصحفيين يتكلموا معاه وبيحكي لهم قصته مع تشارلي وبيعرفهم انه مسافر لمدينة فيها تلج عشان يحقق حلمها قبل ما تموت ويخليها سعيدة وبعد ما بيخلص بتودعه ديفيكا وبتسيبه وبتمشي فبيكرر يكمل طريقه هو وتشارلي لحد ما الموتسيكل بتاعه بيعتل في نص الطريق فبيجي واحد اسمه فامسي وبيعرض عليه المساعدة وبيركبه مع العربية وكمان بيعزمه في بيته وبيحكي له قصته مع الكلب الاسود بتاعه وبيقوله انه بيحبه جدا ومتعلق بيه وتاني يوم بيصحى درما وبيلاقي فامسي صلح له الموتسيكل بتاعه فبيكرر درما يمشي وبيروح يتكلم مع فامسي وبيشكره على مصاعدته وقبل ما يمشي بيديله فامسي دعوة لمسابقة كلاب وبينصح يروحها لان تشارلي هتفرح جدا فبيوافق درما وبيروح للمسابقة وبيقدم لتشارلي وهناك بيتفاجئ ان ديفيكا تبقى واحدة من لجنة التحكيم بتاعة المسابقة وبتفضل تشويله من بعيد واول ما بتبدأ المسابقة بيقدم الكلاب عرض حلو جدا وبيكون كل الجمهور مستمتعين به لحد ما بييجي الدور على الكلبة تشارلي ومش بتعرف تعمل اي حاجة لانها مش متضربة كويسة على مسابقات ديت وبتفضل تجري من درما فبيتعصى بواحد من حكام على درما لانه مش قادر يسيطر على الكلبة بتاعته فبيزعق درما لتشارلي وبيقعب بعيد عنها وبيعمل نفسه زعلان عشان يخليها تسمع كلامه وبعدها بتروح لعشان تصالحه وبيتأثر الجمهور جدا بحبها لي وسهزع بيروح درما ناحية الحاجز وبيرفعه الاعلى ارتفاع وبيكون كل الموجودين عارفين انتشارلي مستحيل تنط الارتفاع دوت لان ما فيش كلبة قبل كده هقدر يعملها ولكن على عكس توقام بتقدر تشارلي تنط الحاجز كله فبيتصدمه وبيفضله يسقفولها وهي اللي بتكسب المسابقة وبعدها بيروح درما للصيدلية عشان يجيب لها العلاج بتاعها لكنه بيتفاجئ ان كل الفلوس اللي معاه خلصت فبيضطر يبيع الموتسكل بتاعه وبيكملوا طريقهم وفجأة بيلاق تشارلي تعبط وبياخدها عند ست عجوزة عشان تعالجها فبتقوله ان تشارلي حامل ولازم ترتاح شوية وفي الصبح بتصحي تشارلي وبيركبوا الاوتوبيس عشان يروحوا للمدينة اللي فيها الجليل ولكن لسوق الحظ بيكون الطريق واقف وبيجي الظابط بيعرفهم انه محدش هيقدر يعدي عشان المنطقة دي يتخطر فبينزل درما يتكلم معاه وبيترجى يسابه وميعده فبيرفض الظابط وبيتعصب عليه درما وساعتها بيجي الجنرال من الجيش وبياخد درما للخيمة بتاعته وبيقوله ان عارفه كويس وقرأ قصته في المجلة وانه دلوقتي بقى واحد مشهور جدا عشان كده بيكرر يساعده وبيقوله انه يخليه يباد في الخيمة بتاعته النهاردة وانه بكرة يروح للمدينة اللي فيها الجليل لانه ممنوع حد يروح هناك دلوقتي وبالليل بيلاحظ درما انت شارلي تعبانة جدا وقرب التموت فبيشيلها وبيطلع يجري بيها لحد ما بيوصل وقتها لأعرب مكان فيه جليل وبيفضل يلعب معاها وبيقدر فعلا يحقق لها حلمها وبيكونوا مبسوطين جدا وبعدها بيرجعوا تاني للخيمة عشان يناموا وفي الصبح بيسحى درما وبيلاقي ان تشارلي اختفت من جنبه فبيترعب جدا وبيقوم يدور عليها لحد ما بيلاقيها قاعدة قدام كوخ في الجليل فبيفهم انها خلاص هتموت وانها بيعدت عنه عشان ما يعيطش على فرقها وساعتها بيشيلها درما ومتأثر وبيعيط وبيقول لها انت الوحيدة اللي قدرت تخليني سعي وكان نفس انك تعيشي وتفضلي معايا فبتحضن تشارلي ويبصله وكأنها بتشكره عشان حقق لها حلمها وبعدها بتموت في حضنه فبيعيط درما وبيفضل يصرخ وفجأة بيسمع صوت في الكوخ وبيلاقي كلب صغير لونه اسوء فبيفهم ان دايب ابن تشارلي وبيكرر يربيه وبعد فترة بيفتح مركز رعاية للكلاب وبيسميه باسم تشارلي وكمان بيعمل لها تمسات كنوع من انواع اللي امتنان على كل الحب اللي قدمت هوله وبيخلص الفيلم بيبتدي الفيلم بتفلص معها ليلة عندها 13 سنة وعيشة مع والدتها في دولة المجر وللأسف ليلة بتكون مكتعبة طول الوقت بسبب ان باباهم وميتها منفصلين ومحدش فيهم بيهتم بيها وده خلى شخصيتها انطوقية شوية كده وما لهاش صحاب غير كلبها هجن واللي بتكون متعلقة بيه جدا وفي يوم بتتفسح ليلة مع والدتها وبتقعد تلعب مع الكلب هجن في الجنينة فبتتفرج عليها والدتها ويمتدايقة لانها هتسافر امريكا عشان عندها شغل وللأسف هتسيب ليلة تعيش مع والدها دانيل وبنعرف ان دانيل بيشتغل كصدر وحالته المادية سيئة جدا ولما بيروح ياخد ليلة عشان تعيش معاه بيكون متدايق جدا من كلبها هجن ومش عاوزوا يعيش معاهم لانه ما بيحبش الكلاب ولكن بيضطر يخلي هجن يعيش معاه عشان بنته بس ما تتعلش هو اول ما بيوصلوا البيت بتشوفهم صاحبة العمارة اللي دانيل مأجر منها الشقة وبتقوله انها مش بتحب الكلاب ومش عايزة اي كلب يعيش معهم في العمارة فبيعتذل لها دانيل وبيعاد انه يتخلص من الكلب ده في خلال اسبوع بالكتير ولما بيدخل الشقة بيعمل اكل ليه هو وبنته ليلة وبيلاقيها قاعدة مكتئبة وبتأكل الكلب هجن فبياخد الكلب وبيدخله الحمام عشان ينام لوحده وبالليل بيفضل هجن ينبح في الحمام عشان بيخاف ينام لوحده فبتروح ليلة تعزفله النغمة اللي بيحبها على الالة الموسيقية لحد ما بيهدى وبينام وبعدها بتنام جنبه في البانيو عشان ما يقلقش وتاني يوم بيجي واحد من جمعية كلاب الشوارع وبيخبط على بيت دانيل وبيقوله نجران اشتكه من صوت الكلب بتاعه وبيسأله عن رخصة الكلب هجن فبيقوله دانيل ان مش معاه رخصة للكلب دوت وانه يتخلص منه كمان اسبوع بكتير لانه مش معاه فلوس يعمله رخصة وبتكون ليلة واقفة من بعيد كده وسمع كلامه وبتخاف انه يتخلص من هجن لانها متعلقة بيه جدا خصوصا بقى بعد ما والدتها تخلت عنها وسفرت امريكا وسبتها وبعدها بتروح ليلة حصة الموسيقى عشان تتضرب مع الفرقة بتاعتها وبتاخد الكلب هجن معها وبتخبيه في دلاب الالات الموسيقية وده لانه ممنوع دخول الحيوانات واول ما بتبدأ الفرقة بالعصف بيخاف هجن وبيطلع من الدلاب فبيزعق المدرس ليلة عشان جابت الكلب معها وبيأمورها انها لازم تطرده وتتخلص منه فورا فبترفض ليلة وبتاخد الكلب هجن وبتسيب الحصة وبتخرج تتمشى معاه في الشارع وفجأة بيجي وليدها دانيل وبيتعصب عليها وده لانه مدرس الموسيقى غلموا على الموبايل واشتكالوا من تصرف اللي عملته فبيركبها العربية وبيقولها انه مش عاوز الكلب هجن يعيش معهم في البيت وبيقترح عليها انها توديه الملجأ كلاب ولما بيلاقيها بتتجاهله ومش بترد عليه فبيتعصب بياخد هجن وبيترده من العربية فبتخرج ليلة من العربية وهي بتعيط وبتترجى يخليها تحتفظ بالكلب هجن فبيرفض دانيال وبيركبها العربية مرة تانية وبيمشي وبيسيب الكلب هجن وهو متدايق وبالليل بتصحى ليلة وبتاخد شنطتها وبتقرر انها تهرب من البيت عشان تدور على هجن فبيشوفها والدها دانيال وبيأمرها انها ترجع لسريرها وتنام وتاني يوم بيسحى هجن في الشارع وبيكون جعان جدا فبيروح للمدينة عشان يدور على اي حاجة كلها لحد ما بيوصل لمحل الحوم وبيقعد يتفرج على اللحمة وهو جعان وبالصدفة بيشوف كلبه ابيض عمال يدور على اكله وكمان فبيروح هجن وراه وبيشوف مجموعة من الكلاب المشردة وما بيأكلوا من الزبالة بتاعة محل اللحوم فبيحاول يأكل من الزبالة زيهم ولكن بينبحوا عليه عشان يمنعوا يأكل معاهم فبيسمعهم الجزار صاحب المحل وبيخرج ججر وراهم ولكن هجن ما كانش خايف منه وما بيجريش وده لانه كلبه اليف واجتماعي فبيتعصب الجزار لانه ما بيحبش الكلاب وبيجيب سكين عشان يقتله ولكن فجأة بيجي الكلب الابيض اللي هجن شافه وبيبدأ انه يعد الجزار في رجله عشان ينقذ هجن وبياخدوا وبيهربوا من مكان لحد ما بيوصلوا البرك بمياه بيشرب منها الكلاب المشردة وقبل ما يروح هجن عشان يشرب معهم بتيجي شرطة الكلاب وبيقبضوا على كل الكلاب المشردة ومن حسن الحصد ان هجن بيهرب هو والكلب الابيض اللي انقذوا فبيروح وراهم اتنم الشرطة عشان يقبضوا عليهم ولكن وقتها بيجي راجل مشرد فبياخد هجن وبيخبيه من الشرطة وبعدها بيحط في رقاب تحبل وبيقرر يحتفظ بيه وفي الوقت ده ليلة بيكون رايحة حصة الموسيقى بتاعتها وبيكون والدها دانيال معاها وبيخليها تعتزل لمدرس الموسيقى عشان ما سمعتش كلامه وسابت الحصة ومشيت وبعد الحصة بتاخد ليلة العجلة بتاعتها وبتبدأ انها تدور على الكلب هجن وبتقعد تنادي عليه في كل مكان وبتعلق منشورات بصورته وده انا عشان لحد لقاه يتصل بيها وعلى الجانب الاخر بيروح الرجل المشرد ليلة هجن عشان يبيعه لتاجر كلاب وبيبدأ ان يحطه في المغزن بتاعه مع باقي الكلاب اللي عنده وفي يوم بيجي واحد اسمه مايكل وبيكون عاوز يشتري من التاجر كلب عشان يخليه شارك في بطولة مصرعة الكلاب الغير شرعية ومن خلاله يقدر يكسب فلوس كتير فبيختار مايكل الكلب هجن فبيصمم مايكل يشتريه لان جسمه قوي وبيديله حبوب منومة واول ما بينام بينقله العربية بتاعته وبياخده للبيت وبعدها بيحط له لبن فيه بروتين عشان يخوه جسمه وبيفضل يضرب فيه كل يوم عشان يخليه شارس لان عاوز يقدم له فطولته المصرعة ويكسب من وراء فلوس ومع الوقت بيحاول مايكل انه يشرسه وبيعمله طول الوقت بقصه عشان يستفزه ويخليه هجمه وبسبب قلة الاكل ومعاملة هجن القصية بينسى شخصيته القديمة خالص وانه كلبه أليف ومتضرب وبيتحول لوحش وكلبه شارس وفي نفس الوقت ليلة بتدور على هجن في كل مكان وبتروح لملجأ الكلاب وبتسأل صاحبة الملجأ لو كانت شافت هجن قبل كده فبتقول لها انها ما شافتوش ولكن بتقترح عليها كده انه ممكن كلاب الشوارع تكون هجمته وده لانه كلبه أليف جدا هو مش شارس فبتروح بسرعة عشان تركب العجلة وتدور عليه في كل مكان لكنها بتتفاجئ ان في حد سرق العجلة بتاعتها وبنرجع تاني الهجن ورايح مع مايكل لبطولة مصرعة الكلاب عشان يشارك فيها وبتكون قوانين مصرعة انه لازم كلب من الاتنين هو اللي يكسب في الحلبة اما بقى الكلب الخسران فبيتقتل وبيموت وبيبدأ مايكل يستعد وبيجهز هجن عشان يصارع في الحلبة فبيتاري عليه كل الناس لان الكلب هجن مش من فصيلة الكلاب الشرسة ولكن مايكل تجه لهم تماما وبيكون واثق ان هجن عنده قوة جسدية عالية وبتبدأ المباراة بتاعت هجن وبيكون المنافس بتاعه كلب شرس من فصيلة الروت وايلر وعلى عكس متوقع بيقدر هجن يقضي عليه وبيكسب المباراة ووقتها بيكون فيه تاجر كلاب بيتفرج عن مباراة ولما بيشوف ان هجن قوي جدا بيعرض على مايكل ان يشتريه بـ 20 ألف دولار فبيرفب مايكل يبيعه على الرغم انه اشتراه بـ 500 دولار بس وفجأة بتتقطع الكهرباء وبيستغل لهجن الفرصة وبيهرب من مكان بسرعة وفي نفس الوقت بتكون ليلة لسه في الشارع وبتدور عليه في كل مكان وبالصدفة بتقابل زميلها بيتر اللي معاها في فرقة الموسيقى وبتعرف منه وقتها انه رايح حفلة مع زميله فبتطلب منه ياخدها معا الحفلة عشان مش عاوزة ترجع تاني البيت لباباها دانيل فبيوافق بيتر ياخدها معا الحفلة بشرط انها تشيل في جبهة المخدرات اللي بيبيعها وبعدها بيروحوا الحفلة وبتشوف ليلة كل الطلاب وهم بيشربوا مخدرات وخمراء فبتقعد لوحدها على جنب وبتنام لحد الصبح واول ما بتصحى بتلاقي ان الشرطة في المكان فبيفتشوها وبيلاقوا ان المخدرات في جبهة وعشان كده بيخدوها لمركز الشرطة وبيعملوا لها تحليل ولما بيعرفوا انها ما شربتش مخدرات بيكلموا والدها دانيل عشان يرجعها البيت فبيعايت دانيل لانه قلق عليها طول الليل وبيقول لها انه السبب في كل اللي حصل لها عشان رامل كلب هجم في الشارع وانه تسبب في انها تبقى زعلانة ومتدايقة فبتسامحوا ليلة لما بتشوف في عينيه نظرة الحب تجاهها وبترجع معا البيت وبتبدأ تقرب منه وتتكلم معاه وده عشان تملى الفراغ اللي في حياتها خصوصا بعد مفقدة الكلب بتاعها وفي اللحظة ديه وبتلاحظ صاحبة الملجأ ان هجم مصاب فبيتعالج الجروح اللي في جسمه وبتحطه في زنزانة مع باقي كلاب الشوارع فبيكتائب هجنه المحبوس وما بيرضاش يأكل الأكل اللي قدامه وتاني يوم بيجي ناس كتيرة جدا عشان يبنوا كلاب من الملجأ ومنهم بنت بتشوف الكلب هجن وبتحاول تقرب منه عشان تلعب معاه ولكن فجأة بينبح هجن عليها وبيكون عايز يعضها لانه فقد السيقة في كل البشر فبتكرر صاحبة الملجأ انها تقتله وده عشان باقي الكلاب ما عملوه زيه ويبقوا شارسين وبتقمر واحد من موظفين عندها يقتله في قوضة الكلاب وفي الوقت ده بتكون ليلة في حفلة مع الفرقة الموسيقية بتاعتها على المسرح وبيروح دانيل عشان يتفرج عليها وهي بتعزف ووقتها بيكون عامل الملجأ واخد الكلب هجن عشان يحطه في قفص مع الكلاب الشارسة اللي هتتقتل ولكن هجن بيهجم عليه وبيعضوا من رقابته وبيقتله فبيتحرر باقي الكلاب الموجودة في القفص المهم بيقرر هجن ان يهرب من الملجأ وبالصدفة بتشوفوا صاحبة الملجأ وبتحاول تمنعه لكنه بيهجم عليها وبيوقع على الارض وبيبدأ يهرب من الملجأ هو وباقي الكلاب وبعدها بيتحرق كل الكلاب نحية المدينة وبيهجموا على اي حد بيشوفوه قدامهم وفي خلال فترة قصيرة جدا بتنتشر الفوضى وبيخاف منهم كل السكان اللي في المدينة وبيهربوا ولما بييجي الليل بتروح الكلاب للمسرح اللي بيكون ليلة موجودة فيه وبيحصروا مكان من كل الاتجاهاته وبيقتله اي حد يعترض طريقهم فبيشوفهم الجمهور اللي في المسرح وبيكونوا خايفين من الكلاب ولكن ليلة بيكون مش خايفة وبتكون حسن الكلب هيجم موجود وسط الكلاب فبتخرج من المسرح عشان تدور عليه فبيشوفها دانيل والدها وبيروح وراها عشان يحميها من الكلاب ولما بتخرج من قاعة المسرح بتقابل صاحبها بيتر حارس الامن ومرعوب وبينصح انها ما تخرجش ابدا ولكن بتصمم ليلة انها تخرج وبتركب عجلتها الجديدة وبتدور على الكلب بتاعها لكنها بتتفاجئ ان ما فيش اي حد في الشارع ومعظم سكان المدينة قتله وفجأة بيجري وراها مجموعة الكلاب فبتتوتر وللأسف بتقع من على العجلة بتاعتها ولكن الكلاب بيكونوا مش مهتمين بيها وبيروحوا القائدهم الكلب هيجن عشان عاوز ينتقم من كل اللي قزوه فبيروح لمايكل اللي كان دايما بيدربه وبيبدأ انه يهجم عليه هو وباقي الكلاب وبيقتله وبعدها بتروح ليلة للمكان اللي هيجن قتل فيه مايكل وبتلاقي ان الشرطة موجودين في المكان فبيسألها ظابط الشرطة لو تعرف هوية الشخص اللي اتقتل فبتقوله انها للأسف ما تعرفوش فبيكرر الظابط ياخدها معابل عربية عشان يوصلها للبيت قبل ما الكلاب يقزوها ولكن ليلة بتهرم العربية وبتاخد العجلة بتاعتها وبتكمل مسيرتها في البحث عن هيجن وفي طريقها بتشوف جزار مقتول وبنعرف ان الجزار ده اللي كان حاوز يقتل هيجن قبل كده فبتتصل ليلة على والدها دانيل وبتطلب منه يرجع البيت فورا وده لان الكلاب منتشرين في المدينة وبيقتله اي حد في طريقهم ولكن قبل ما تكمل كلامها الخط بيقطع وبتضطر تكمل طريقها وتدور على هيجن وبسبب انتشار الفوضى في المدينة بتظهر الشرطة في كل مكان وبيحاولوا يقتلوا الكلاب ويتخلصوا منهم نهائيا ولكن الكلاب عددهم بيزيد وبيكونوا شارسين اكتر وبيروح هيجن ومع الكلاب للتاجر اللي باعوا لمايكل فبيقتلوه وبيحرروا كل الكلاب اللي رابطهم في المغزن وبيكون هيجن عاوز يقتل دانيل والد ليلة وده عشان رما في الشارع وتخلص منه قبل كده وبعدها بترجع ليلة للبيت وبتتفاجئ ان صاحبة العمارة ميتة على الارض فبتفهم انه هيجن هو اللي عمل كده وعاوز يقتل والدها دانيل عشان ينتخم منه فبتدخل الشقة بتاعت والدها عشان تطمن عليه ولكن ما بتلاقهوش فبيقرر انها ترجع المسرح اللي كان فيه عشان تدور عليه وهناك بتقابل كلبها هيجن ومعاه قطيع كبير من الكلاب وهيجن بيكون متضايق منها يا كمان وعاوز يقتلها عشان فاكر انها تخلت عنه زي والدها ولكن فجأة بييجي دانيل ومعاه جهاز كده بيطلع نار فبيحاول يبعد الكلاب عن بنته ليلة فبتنبح الكلاب بصوت عالي وبيستعده عشان يهجموا عليه ويقتلوه فبتطلع ليلة الآن الموسيقية بتاعتها وبتبدأ انها تعزف لهجن انها من الموسيقية اللي بيحبها واللي كانت دايما بتعزفها له عشان تهديه فبيهدى هيجن وبيعود يسمع النغمة وبيقلده كل الكلاب كمان وبيقرر ان يسامح ليلة وده لان تؤكد تماما انها بتحب وما نسيتوش فبيتسدم دانيل وبيحس انه هو السبب في كل اللي حصل وبعدها بيشوف بنته ليلة وهي بتنام على بطنها زي الكلاب وده عشان تحسس هيجن يعني انها ما بتخافش منه فبيروح يعمل زيها وبيفهم اخيرا انه اسوأ حاجة انك تبعد حد عن اقرب الناس لي وده لانه مع الوقت هيتغير ويحس انه خسر كل حاجة وبيخلص الفيلم بيبتدي الفيلم بمصورة حيوان اسمها دونا وهي في المطار وبتحس وقتها بقلم شديد جدا في دراعها فبتدخل الحمام عشان تطمن على الجرح اللي في ايديها وبنعرف ان الجرح ده كان نتيجة لعدة زئب في الغابة وفجأة بتبدأ دونا تحس بالتعب الشديد وبيبدأ لون عينها يتغير وبتتحول لمستاذق بضخم جدا واول ما بتخرج من الحمام بيشوفها كل الناس اللي في المطار وبيجروا منها وممرعبين جدا وبعد عشر دقايق بس وبتحولهم كمان لمستاذقين وبسبب خطورة الموقف بيكتمع مسؤولين الجيش وبيبعطوا طيارات للمطار وبيأمرهم يحدفوا قنابل غاز فيها مخدر قوي جدا عشان يخضروا المستاذقين وبالتالي هيفقدوهم الوعي ويقدروا يسيطروا على الموقف وبتحدف الطيارات قنابل الغاز على المطار وبيبدأ المستاذقين يتحولوا البشر مرة تانية وبيفقدوا الوعي فبينقلهم الجيش لمؤسسة عسكرية وبيزرعوا في ايديهم جهاز تتبع عشان يعرفوا مكانهم ويرقبوهم عشان يعني لو تحولوا المستاذقين مرة تانية ويهربوا من مكان وهناك بتكون دونة مش فاهمة ايه اللي بيحصل وبتكون عاوزة تخرج من مكان دوت بأي شكل من الأشكال فبتيجي دكتورة هيلن المسؤولة عن متابعة حالة المستاذقين وبتبدأ تديها حباية مهد عشان تنظم ضربات قلبها وده لأنها اكتشفت ان البشر اللي اتعضوا من الزئاب بيتحولوا المستاذقين لما ضربات قلبهم بتبدأ تزيد واثنانك الدكتورة هيلن بتفحص كل الموجودين في المؤسسة العسكرية فيه شخص منهم بدأت ضربات قلبه تزيد وبيفكر ربطة اللي في ايديه وبيستعد عشان يتحول لمستاذقب فبيحاوتوا كل الزباط اللي في المؤسسة واول ما بيلاقوا تحول بيدربوا عليه حقا مخدرة وبيفقدوه الوعي في الوقت ده بتكون دونة واقفة لوحدها وبتحس انها دايخة وبيغم عليها فبيشوفها عسكري وبيحاول انه يفوقها وبيعملها بعنف كأنها حيوان فبييجي النقيب جون وبيزعقله على اسلوب معاها وبيحاول ان يساعد دونة وبينقلها لسرارها عشان تستريح فبتكلم معاه دونة وبتحكيله السبب اللي خليها تتحول لمستاذقب وبتقوله انها بتشتغل مصورة حيوانات وفي يوم كابتصور قطيع زئاب وفجأة هاجم عليها زئب وعطها والحسن الحظ قدرت انها تهرب بصعوبة ولما رحت المطار عشان تسافر حسب بعارات غريبة في جسمها وتحولت لمستاذقب فبيبدأ يطمنها جون انهم هيلقوا علاج لها هي والمستاذقبين دول في اسرع وقت وبعدها بيروح يقابل الجنرال موننغ رئيس المؤسسة العسكرية وبيطلب منه ان يخلي الجنود يتعاملوا مع المستاذقبين بطريقة كويسة وده لانهم في النهاية مجرد بشر وعندهم مرض في جسمهم فبيرفض الجنرال موننغ وبيقول له انهم مجرد حيوانات وطبعا لازم يتعاملوا بعنف عشان يقدروا يسيطروا عليهم وفي يوم بيكون النقيب جون خارج هو والجنود من المؤسسة وفجأة بيسمعوا صوت مستاذقب وبيلاحظوا كمان ان فيه اثار دم على الارض فبيمشوا ناحت اثار الدم عشان يقبضوا على المستاذقب لحد ما بيهجم على واحد من الجنود وبيقدروا في النهاية يضربوه بسهم مخدر وبعدها بيحبصوا في قودة لوحده وبعد شوية بيرجع المستاذقب لشكله الطبيعي وبيكون اسمه كارل وبيكتشف الجنرال موننج انه تحول بسبب انه مخدش المهدد اللي بينظم ضربات القلب فبيؤمر رجالته انهم يجيبوا مستاذقب تاني ويحبسوه مع كارل في قودة واحدة ويحقنوهم هما الاتنين بحق نتزود ضربات قلبهم عشان يتحولوا المستاذقبين وده لان الجنرال عاوز يشوف مدى قوة المستاذقبين وبيهجم على بعض هما الاتنين وبيبدأ كارل يقتل المستاذقب التاني بكل سهولة وبيكون الجنرال موننج واقف بعيد بيتفرج عليهم وبيفكر يستخدم المستاذقبين في حروب الجيش عشان يخليهم يقتلوا الاعداء ولكن فجأة مستاذقب كارل بيكسر الازاز وبيأمر جنرال رجالته انهم يقتلوه ويتخلصوا منه فورا عشان ما يقولش الحد يعني على اللي حصل معاه وتاني يوم بيروح النقيب جول للمطار عشان يعرف مين اول واحد من المستاذقبين اتصاب وده عشان يعمل عليه تجارب ويقدر يوصل للعلاج في اسرع وقت وفي المطار بيقابلوا مدير الامن وبيقولوا ان كل الكاميرات المراقبة ضمارت في الهجوم اللي حصل من المستاذقبين وللأسف مش معهم اي تسجيل فيديو اللي حصل في اليوم ده لكنه بيعرفوا ان المطار في جهاز هيلو جرام وعليه تخزين لشكل الناس اللي كانوا موجودين وقت الحادثة ولما بيشغلوا الجهاز بيشوف جون المصورة دونه ويمعاها كاميرا فبيطلب من مدير الامن يدور له على الكاميرا دي في المطار عشان يشوفوا اللي عليها وده املا يعني في انهم يوصلوا لحاجة وبالفعل بيلاقوا الكاميرا وبيشوف جون صور قطيع زئاب وبيشوف صورة ليد دونه وعليها قصار عض من الزئ فبيفتكر انها حكيت له كلام ده لما كانت في المؤسسة وبيستنتج من كده ان هي اول واحدة اتحولت لمستاذقب وبالتالي هي اللي عضت كل الناس اللي في المطار فبيتصل على الجنرال موننج وبيعرفوا كل اللي حصل وبيطلب منه ياخد دونة للدكتورة عشان تاخد الحمد النوع بتاعها ويبدأوا يعالجوا المستاذقبين وبعدها بيؤمر الجنرال موننج واحد من الزباط انه يقتل جون عن طريق مستاذقبين وده عشان يتخلص منه لانه عاوز يستفيد من المستاذقبين فبينفز الزابط كلام الجنرال وبياخد واحد من المستاذقبين وبيرميم الطيارة فوق المطار عشان يقتل الزابط جون وقبل ما بيدخل المستاذقب المطار بيشوف جون مع مدير الأمن وبسرعة بيهجم عليهم وبيحاول يقتل مدير الأمن في الأول فبيضرب جون عليه نار وبيحاول يقتله ولكن للأسف الرصاصة ما بيجيش فيه وبيضطر يهرب وبيدخل الحمام فبيجي المستاذق وبيقرب منه وبيقدر جون يقتله في آخر لحظة ولما بيعرف الجنرال مونينك إن جون لسه عايش بيتدايق جدا وبيحاول يفكر في خطة تانية عشان يتخلص منه وبعدها بيخرج جون من المطار وبيتصل على الدكتورة هيلين وبيطلب منها تدور على دونا وتعمل عليها فحصات فبتعرف دونا إنهم بيدوروا عليها وبيتكون خايف إنهم يقتلوها وعشان كده بتكرر تهرب من المؤسسة العسكرية وبسبب توطرها بتزيد ضربات قلبها وبتتحول لمستاذق وبتحول تهرب فبيشوفها كل الزباط وبيحوطوها بالطيرات من كل الاتجاهات عشان يقبضوا عليها ولما بيشوفوها بتنطع الصور بيحتفوا عليها شبه تصيد فبترجع دونا لطبعتها وبتفقد الوعي فبينقلوها للمختبر عشان يفحصوا دمها وبيكتشفوا إن فيه سم جوى جسمها وهو السبب في تحولها لمستاذق فبيكرر الجنرال مونينج إنه يقتلها ويتخلص منها ولكن بيمنعوا النقيب جون وبيقولوا إنهم عاوزين السم اللي في جسم دونا وده عشان يعملوا منه مصل يحقنوا بين المستاذقبين ويعالجوهم المرض ده فبيقتنع الجنرال بكلامه وبيعترف له بخطته وقبل ما يكمل كلامه بيرفض جون فكرته وبيقولوا إن المستاذقبين دول خطر على البشرية ومستحيل حد يقدر يسيطر على قوتهم فبيتقطعهم دكتورة هيلين وبتقولهم إنهم لازم يحافظوا على حياة دونا وده لأنها لو ماتت مش هيقدروا يعملوا مصل ويعالجوا المستاذقبين وفجأة بتزيد ضربات قلب دونا وبتتحول لمستاذقب وبتحجم على كل الزباط اللي موجودين في القوضة فطبعا بتخاف دكتورة هيلين وبتقعد على جنب وهي مرعوبة منها وبيقرب منها النقيب جون وبيسيب مسدسه على الأرض عشان يطمنها إنه مش هيئذيها لحد ما بترجع دونا لطبيعتها مرة تانية ولكن المفاجأة إن كل المستاذقبين هربوا من مؤسسة العسكرية وبدأوا يهجموا على كل الناس اللي في المدينة وبعدها بيحاول جون والدكتورة هيلين إنهم يهربوا دونا من المكان خصوصا بعد ما عرفوا إن الجنرال عاوز يقتلها لكنهم فجأة بيتحصلوا من الشرطة وبيعرفوا إن الجنرال أمرهم يقبض عليهم عشان ياخدوا دونا وأثناء ما كانت الشرطة بيحصلوا المكان بيتفاجئوا إن في مجموعة مستاذقبين جايين عليهم وعشان كذا بيقرروا إنهم يهربوا فبيستغل جون الفرصة وبياخد دونا وهيلين وبيهربوا بسرعة بالعربية فبتيج عربية من الجيش وبتخبطهم وبيضربوا نار على جون وبيبدأوا يخدروا دونا عشان ما تتحولش المستاذقب وبياخدوها هي وهيلين وبسبب تظاهر الأوضاع في الشوارع وانتشار المستاذقبين بيؤمن رئيس أمريكا الجيش إنهم يقتلوا كل المستاذقبين اللي في الشوارع وإنهم لازم يدمروا أي جسر عشان ما يعدوش من عليه وينتشروا في باقي المدن وبعدها بتوصل هييلين الجنرال مونينك وبتتكلم معاه وبتحدده إنها تفضحه للمسؤولين في الدولة لو حاول يقتل دونا وذلك إنها الأمل الوحيد في إنهم يقضع المستاذقبين وبتطلب منه يخليها تاخد السم من دونا عشان تعمل مصل فبيضطر الجنرال يوافق على كلامها وبتروح هييلين وبتسحب جزء من السم اللي في دم دونا وفي الوقت ده بيفوق النقيب جون وبيكون لسه عايش فبيروح للمكان اللي فيه جنرال عشان ينقص دونا وفي طريقه بيلاقي عربية الجيش فبياخد الأسلحة اللي فيها تحسوبة لأي زرف وبتقدر دكتور هييلين تعمل المصل اللي بيشفي من مرض المستاذقبين وبتحقن دونا كمان بالمصل عشان تجربه فبتبدأ عين دونا تتحول للون الأصفر لكنها بتهدى وبترجع لحالتها مرة تانية وأخيرا بينجح المصل فبيكرر الجنرال انه يقتل هييلين لانه مش عاوز يتخلص من المستاذقبين فبيضربها مساعد بتاع الجنرال وبيفقدها الوعي وفاجأ بيحصل انفجار في المكان اللي هم فيه وبيروح الجنرال هو رجالته عشان يعرفوا مصدر الانفجار ده فبيشك كده ان جون لسه عايش وانه هو اللي عمل كده ولما بيروح يدور عليه بتفوق هييلين ودونا وبيقرروا انهم يهربوا من المكان لكنهم بيتفاجئوا ان جون دخلهم من فتحة السقف وجاي عشان ينقذهم فبتفرح هييلين وبتقولوا ان معاها المصل ولازم يخرجوا من المكان ده في أسرع وقت وده عشان تعمل من مصل عيناك كتير ويحقنوا بيها كل المستاذقبين ولما بيحاولوا يخرجوا من المكان بيلقوا الجنرال مونينج محاصرهم وبيهددهم بالقتل لو ما سلموش المصل اللي معاهم فطبعا بيوافق جون وبيحدف لهم المصل جوه أماشا واول ما بيفتحوا الأماشا بيتفاجئوا ان فيها كنبيلة وبتنفجر فيهم فبيخرج جون من مكانه عشان يقتل كل الجنود اللي لسه عايشين وفجأة كده بيجي مستاذقب وبيهجي مع الجنرال مونينج وبيوقعه على الأرض وبيعضوا فبيحاول مونينج قاوم لحد ما بيقدر يقتل المستاذقب بالسكينة بتاعته ولكن لسوق الحظ بيفوت الأوان وبيبدأ يتحول لمستاذقب فبيستغل جون الفرصة وبياخد هيلين ودونا وبيهربوا بسرعة بالمكان وبيركبوا كمان طيارة عشان يسافروا نيويورك ويعملوا عينات كتير من المصل وده عشان يقدروا يتخلصوا من المستاذقبين قبل ما يقضوا على البشرية ومجرد ما بيتحركوا بالطيارة بيجي الجنرال وبيكسر لهم المحرك فبتقع بيهم الطيارة على جسر والحسن الحظ بيكونوا لسه عايشين فبيقرر جون انه يواجه الجنرال لوحده وبيحق النفسه بالسم بتاع المستاذقبين وبيتحول لمستاذقبه كمان وبيخرج من الطيارة وبيعجب على الجنرال عشان يقتله ولكن الجنرال للأسف بيكون أقوى منه جدا وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخليه يرجع لطبيعته مرة تانية وبيكون الجنرال عاوز يقتله فبتاخد دون السلاح من الطيارة وبتضرب نار على الجنرال وبتقتله لكنها للأسف بيكون مصابة بسبب انها نزفت دم كتير جدا لما الطيارة وقعت وبتقول لجون انها خلاص هتموت وانها كتحسة بالزنب عشان هي السبب في تحويل كل الناس في المطار لمستاذقبين ولكن في النهاية بتعرفوا انها سعيدة جدا عشان اتعالجت ومش هتموت ويا مستاذقبها وبعدها بتموت دونة فبيشوف جون طيارات الجيش ومجاهين عشان يفجروا الجسر فبيحاول يتصل بقيادات الجيش عشان يوقفوا كل الانفجارات ولكن للأسف بيكون فات القوان وبيفجروا الجسر اللي هو وقف عليه فبياخد دكتور هيلين وبينطوا في البحر بسرعة ولما بيخرجوا بيفرحوا جدا عشان قدروا يعملوا المصط وانهم اخيرا هينقذوا العالم من خطر المستاذقبين وفي النهاية بيأمر الرئيس الامريكي بوقفة ضرب في المدينة وبيطامن الناس انهم لقوا المصط اللي هيعالجوا بالمستاذقبين وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها overdose افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة